كشف قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق فرانك ماكينزي خبايا عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني أوائل يناير 2020 وأكد ماكينزي لصحيفة The Atlantic أن تحركات سليماني كانت معروفة مسبقا من قبل الأمريكيين في كل مرة كان يزور فيها العراق موضحا أنه قبل 36 ساعة من مغادرة سليماني دمشق متوجها نحو بغداد كانت المخابرات الأمريكية على دراية بمسار رحلته فخاني نصبهما جنرال أمريكي الأول سقط فيه ترامب والثاني راح ضحيته قاسم سليماني قد يلام الجنرال كينت ماكينزي قائد القيادة الأمريكية الوسطى السابق على الفخ الأول لكن لا أحد يستطيع أن يرى في صانعه الثاني ثغرة قد يلومه عليها ظهر هذا الجنرال في الإعلام واختار صحيفة The Atlantic ليكشف لها خبايا غير معروفة عن عملية مقتل قائد فيلق القدس ماكينزي تحدث عن الفخ الأول الذي نصبه للترامب وقال إنه اقترح عليه عدة أهداف للرد على هجوم ساروخي ضد قواعد أمريكية وبطبيعة الحال دس الجنرال مقترح اغتيال سليماني ضمن حزمة مقترحات تتضمن استهداف مواقع لوجيسية في العراق وسوريا لكتائب حزب الله وكحيلة منه للإقاع بترامب لم يوسم كينزي في الوثيقة النهائية المقترحة بعدم استهداف سليماني بل اكتفى بذكر مخاطره وذلك لعلمه مسبقا أن ترامب كان مهتما للغاية بمسألة سليماني وفعلا نجحت الحيلة وطلب ترامب اغتيال سليماني بحال أتى إلى العراق بخلاف ترامب كان الإقاع بسليماني سهلا وكان صيده في المتناول فالقيادة الأمريكية الوسطى كانت على دراية بكل تحركاته في المنطقة ماكينزي قال في هذه النقطة أنه كانت هناك محاولة لإسقاط طائرة لاستقلها سليماني من طهران ضمن منهم في البداية أنها متوجهة للعراق لكنها واصلت مسارها نحو سوريا انتظر الأمريكيون مغادرة سليماني سوريا نحو العراق لاستهدافه وهنا أكد ماكينزي أنه كانت لديهم مؤشرات بأن الأمر سيحصل خلال 36 ساعة حدث ذلك فعلا إذ كشف ماكينزي أنهم كانوا ينتظرونه على طريق المطار قبل أن تدخل سيارته في شوارع بغداد المزدحمة وكشف أيضا أن خطط استهدافه كانت جاهزة في خريف 2019 وقتها كان ماكينزي يفضل اغتيال سليماني في سوريا خوفا من رد الفصائل العراقية بتفاخر قال ماكينزي أنه هو من قاد تغيير المقاربة الأمريكية ضد إيران بعد سنوات من الحذر الأمريكي وهو ما دفع إيران للتراجع حجة ماكينزي تأتي في مقابل حجة أمريكية أخرى بأن الاغتيال لم يضعف إيران ولم يردعها وأن اغتيال سليماني أدى لاستفزازها لتصبح أكثر خطورة موسيقى وللحديث أكثر مشاهدين ينضم إلينا من أربيل العميد عياد الطفان البحث في الشؤون السياسية والأمنية أهلا وسهلا بكسية العميد معنا في التاسعة عشرة بماذا يفسر ظهور ماكينزي الآن للحديث عن اغتيال سليماني حادثة وقعت منذ أربع سنوات ما الهدف من هذه التصريحات الآن؟ تحية طيبة لك سيدتي تحية لمشاهدي قناتكم الكرام ما أورده الجنرال كينث ماكينزي قاد القيادة المركزية الأمريكية في حديثه للصحيفة كان قد أورده أيضا في كتابه الموسوم نقطة الانصهار القيادة العليا والحرب في القرن الواحد والعشرين ما أورده من معلومات هي كانت مهمة وعلى مسارين المعلومات الأولية هي استراتيجية سياسية الأمريكية المستقبلية عندما قال إن كل ما تنسحب أمريكا تتقدم إيران وكل ما ثبتنا في المواضع الخطرة وثبتنا وجودنا وكذلك فعلنا ما يجب أن نفعله عندما تشتد الأمور كل ما تراجعت إيران وقال هذه قاعدة يجب أن تعتمدها أمريكا في التعامل مع إيران وأيضا ذكر قاعدة مهمة أخرى قال إن حادثة اغتيال سليماني هي صحيح لا تنبئ الأمريكان برد الفعل الأمريكي لكنها أظهرت الاحترام الكبير الذي تقوم به إيران اتجاه أمريكا وبنفس الوقت استجابتها للردع أيضا المسار الثاني كان على حادثة اغتيال في سليماني البعض يقول بأن العكس ما حدث هو جعل إيران لأن يشتد عودها أكثر وهي لحد الآن حتى تقول بأن هجمات السابع من أكتوبر هي رد على عملية اغتيال سليماني لا أبدا الصحيح هو ما ذكره مكنزي بأن إيران تستجيب إلى الردع وهي تقدر جيدا القوى الأمريكية الموجودة والدلائل الكثيرة لأنها لا تستطيع الرد مباشر ولا تريد أن توسع أي مدارك لحرب أخرى مع أمريكا المسار الثاني حتى أكمل الفكرة يا سيدتي هو تحدث عن سليماني كشخص عندما قال سنة صغيرة كان بالعشرينات من عمره أصبح قائد في الحرب العراقية الإيرانية قائد فرقة في 2011 تم الترقيت إلى رجبة لواء في 2014 أصبح بطل في بلاده أيضا صلت التواصل مع علي خامني المباشرة جعلته كما ذكر مكنزي أكثر غرورا وأكثر ديكتاتورية في تغيير كثير من الأمور داخل المنطقة دون الرجوع إلى المؤسسات الاستخبارية أو الحرس الثوري أو الجيش ثم تكلم عن العملية الاغتيال بشكل عام كما ذكرت جنابك هو وضع ثلاث شخصيات وأربع أهداف لوجستية في العراق واللبنان واللافت أيضا سيدتي العميد فيلق القدس في اليمن والسفينة سافز التي مختصة بجمع المعلومات في جنوب البحر الأحمر والتي يديرها الحرس الثوري الإيراني ثم وضع قاسم سليماني نعم عدة سنوات من هذه الحادثة سؤال جيد هو كان يحسب مع الوزير أسبار وزير الدفاع بأن هناك ستكون ردات فعل قوية تجاه الجيش الأمريكي أو السفارة الأمريكية من الميليشيات الولائية إذا تم اغتياله ولهذا وضعه كخيار بسيط يقول في المذكرات أنا تفاجأت جدا عندما أذكرني أسبر بأن تمت الموافقة على اغتيال سليماني أختير يوم 31-12 يوم الأحد يتم عملية التنفيذ يقول كنت على كاميرا ألاحظ على شاشة كبيرة كيف سليماني صعد الطائرة من طهران وعندما اقتربت الطائرة فوق بغداد كنا نتوقع أن نقوم بقصفه عند نزوله قبل ذهابه سريعا على الطريق الإيرلندي وهذه التسمية العسكرية لهذا الطريق عند جيش الأمريكي وهو المقصود طريق مطار يقول وعندما استمرت الطائرة في مجالها الجوي نحو دمشق درسنا الخيارات هل نستطيع إسقاط الطائرة إذا أسقطناهم سيذهب ضحية 50 شخص أختم معك سيئة العميد لحين كنا نتوقع خلال 72 ساعة بأن تتم العملية وبالفعل تمت العملية بطائرة الأم كيناين المسيرة عندما سيارتين أختلف معه في نقطة سأختم معك لأنه ليس لدينا الوقت كثيرا في هذه المداخلة ولكن سيئة العميد عندما يتحدث ماكينزي عن استيائه يبدأ استيائه من سياسة بايدن الحالية ويقول بأن الوجود الأمريكي يجب أن يظل قويا في الشرق الأوسط وهو ما يتنافى تماما مع سياسة العراق الآن في التباحث مع الجانب الأمريكي للخروج أو لانسحاب التدريجي لقوات التحارف بينها القوات الأمريكية تعليق بأنه يعتمد بقوة الردع لأن رأى نتائج اغتيال سليماني كان لها تأثير كبير على الأرض قلت العمليات التي استهدفت القوات والجيش الأمريكي البرود أو التعامل السيء لبايدن مع التهديدات الأمريكية ذكرها في كتابه بأن أورد لنا خلال شهر واحد أكثر من 19 ضربة صاروخية كانت قوية فقدوا فيها مقاول أمريكي هو أصل النصول العراقية في كاركوك لكن هذه النتيجة بشكل عام كان يقول دائما أن الثبات والرد في الخطر على إيران سيجعلها تتراجع ثم تتلاشى حتى أكمل الفقرة لاغتيال سليماني على طريق إيرلندي كما يسمى أمريكيا وهو طريق المطار قال انتظرنا ساعات وننتظر ولم نكن فرحين حتى ننتظر النتيجة أختلف فيها مع هذه النقطة كثيرا لأن الدليل على ذلك عندما تم اغتيال سليماني وأبو مهدي المهندس كانوا عمال النظافة الموجودين هم تابعين وعملاءهم على الأرض الذين وصلوا أول الناس إلى السيارتين المحترقة وأخذوا الهويات وأخذوا الهواتف وحتى مسدسات التي كان يحملها سليماني وأيضا أبو مهدي المهندس هذا كلامه للتمويه حتى يخفون أو يحمون عملاءهم الموجودين على أرض الذين يكونون قريبا عن أماكن الحوادث التي يتم فيها اغتيال الناس أشكرك جزيلا الشكر كنت معنا من أربيل العميد عياد الطوفان الباحث الشؤون السياسية والأمنية شكرا جزيلا لك